سلام عليكم من فضلك قلنا الأخطار اللي تنجم عند الاكثار من البيتامينات العلافية أول أمر إخواني الكرام دائما نمشي بواحد القاعدة قاعدة علمية ونظن تنطبق على كل أمور إذا زاد الأمر عن حديه انقلب إلى ضده بعض الناس عندهم هذه الفكرة تحكي كلمة دوزي دوزي وش دوزي يا سيخونها يقول لك أخوية سياري رام يقولوا بلي دير كيلو في القنطار أنا دير زوش كيلو في القنطار أوهر أمدير أمدير زوش كيلو ورطل رك عارف الفيتامين قلك خلطه في عشرة قنطر ولا في سبعة قنطر لأنه البيطاري هو اللي حدد وضروك نقولكم على البيطاري اللي حدد أمديروا خلطه في عشرة قنطر أوهر أمدير خلطه في سبعة قنطر دوزي 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 هذا اللي يقول الكلمة هذه تع دوزي دوزي عنده واحد يقول لها رباح صغير ورفراس يظن يظن أنه زيادة أنه الفيتامينات وحدها هي اللي تنفع مع أنه الفيتامينات هي من أكثر المركبات اللي قادرها تضر الحيوان إذا زادت عن حدها الفيتامينات والأملاح المعدنية طبعا الأملاح المعدنية إلي زادوا قادرين نوصلوا لدرجة أنه يتنسل الصوف يتنسل أنه تنشف النعجة يصير لها جفاف كبير يعني هناك أي مشكلة في التبادلات المائية ولا المحالين على مستوى جسم النعجة ولا الخروف إذا زادوا لي فيتامين بزاف قادر المال يشوفي ورام يفهموني القرص واش معنى ينقولي شوفي يعني أنه تيبس البدرونة تاعه يرق بزاف وما يقدرش يسمن مهما يستهلك الماكلة ما يقدرش يتيري راح ينلحقول واحد مجموعة أمراض نختصروها في جملة واحدة يسموها ليبير فيتاميناس ليبير فيتاميناس كل ما زادت الفيتامينات عن حدها كل ما كان الأثر عكسي عليها كمثال نحكو على الفيتامين نحكو على الأملح المعدنية نحكو على أحماض الأمينية كمثال بدلا أنا أحماض الأمينية ما المفروض نستعمل كمثال 100 غرام في كل واحد قنطار أنا نلعبها جونغر ونحوص نستعمل 250 غرام في القنطار ظلنا مني أني رايح النعجة هذه ننفخها أوليوبة الناس تبقى فيها تسمن فيها في شهرين أنا نسمنها في 15 يوم هذا خطأ رهيب وما رايحين نقول للكبدة الكبدة عندها مقياس معين لإنتاج لبروتينات بروتينات مني يجو هذا يجو من الأحماض الأمينية أنا الكبدة نعجها تاعي مثلا نعطي 100 غرام أحماض أمينية كمثال نحكي لكم لا نستطيع ندخل بالدتال سيونتفيك نعطي 100 غرام أحماض أمينية رايحة تخرج كمثال 50 مليون وحدة بروتينات بلاني مجموعة بروتينات تخيل الكبدة مسيكينة نعطي 250 غرام 250 غرام أحماض أمينية سيتدير أني رايح نشوكيها مسيكينة أني رايح هذه الكبدة نخليها تتشوى وهي في كرش هذه النعجة لأن الحد زايد على حد فهمتوني يا خوتي ربما مثال 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 مش عارف ليق ولا ليق شوى لكن تخيل ترى يحدد الفيدانش تاع السيارة تاعك أوكي هي ترفض ربعة ري ثلاث يقول قدل لها ربعة ثلاث إلا أربعة ما المفروض هاتق ينقص وشوي ما يخلوها بلا تخيل ديرها بلا يقول يطرطق لك الجواء ولي ما نفس الأمر فهمتوني يا خوتي هذي بارك حبيت نوصلها للناس اللي يحبوا كلمة دوزي دوزي أوكي دوزي دوزي ما يش في الغنم يا أخوية أعطيلها العلف قومها في العلف قومها في النظافة قومها في الماء ولكن ما يش دوزي دوزي في الفيتامينات فقنا أعطيك واحد المثال بسيط جدا تعرف بالأخطاء ممكن والناس توقع في الأخطاء إذا كانت الفيتامينات هي كل شي نعطل الغنم تتعنى كل خمسة يوم ندير لها الفيتامين يبرا إذا كانت الفيتامين كل شي نعطل الغنم تتعنى كل خمسة يوم ندير لها الفيتامين والأحمض الأمينية في الماء إذا كانت الفيتامينات هذو هي كل شي الغنم تتعنى 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 لأي حاجة ويوميا في الماء ندير لها الفيتامين هل يعقل أن الغنم تتعنى هذه تسجع هل يعقل أن الغنم تتعنى هذه تسمن هذا أمر أول الأمر الثاني دائما التاجب يكون سباق لمعرفة مفاتيح النجاح أنت واحد يخدم العلف ولا شركة كبيرة شركة وطنية ولا أجنبي يخدم العلف العلف يتمدون لك تعطيك البروتوكول يقول لك هذا مثلا يسمى النعجة في شهرين هي كان لقيت باللي تزيد لبيتامين وتزيد السعر أوليو تبيع لك العلف بستة مئة تل تقول لك هذا خطأ رهيب جدا يوقع فيه بالزاف من الناس تحت مسمى الفيتامينات يحسبوها جونغر يحسبوها حاجة خارقة العالم ولكن لا هي معادلة طويلة عريضة يدخل فيها المياه يدخل فيها النوعية الغذاء تكوين الغذاء ثم هذو كل إيران نسموهم المكملات المكملات ربي أحفظك